نطاق الحلقة وعناوينها الرئيسية إنه فقر الدم يؤدي إلى نقص الأكسجين وفقر الدم يؤدي إلى نقص الأكسجين وهذا مهم كتير للدماغ في حال نقصت كمية الأكسجين في الدم في هيل حالة حي يعني صحينا من النوم وإحنا نكون نايمين سبب رئيسي لأن نصح من النوم مفزوعين ومقطعين النفاس اللي هو فقر الدم وفقر الدم علاجه الوحيد والأسرع والأحسن اللي هو النظام الغدائي اللي لازم ناخده كمكونات لتقوية الدم للتسريع من هذا يعني إرجاع الدم لقوته لأنه هيأخذ وقت في عندنا الحركات التنفسية هذي هتسرع وحتقصر وقت الشعور بفقر الدم طبعا فقر الدم من أعراضه اللي هو عدم وجود كوي عدم وجود حيل إذا أنا ما في عندي أكسجين فالخلايا ما في طاقة ما في اي تي بي ففي هالحالي حشعر في التعب التعب ممكن يكون مش بسبب جهود بدني أو جهود فكري التعب بيكون بسبب كل توجود كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين في داخل الدم في هالحالي ما في اكسجين حينحمل مع هذه التعب الى الدموية ومن هون إذا بنصحى من النوم في هالحالي مفزوعين من ضيق النفس وانكلت النفس في هالحالي إن عنا فقر دم والمشكلة الرئيسية إنه أنا بكون عندي مشكلة في النوم وبصحى من النوم بصحى من النوم بسبب ضعف الدم اللي عندي وبروح بأخذ منومات بروح بأخذ منومات يا إما شغلات طبيعية تساعدني على النوم أو شغلات ميلاتونين أو شغلات مكملات تساعدني على النوم أنا في هالحالي غيبت الدماغ عن الشعور في نقص الأكسجين في داخل الدورة الدموية غيبته في حال تغييب الدماغ عن هذا الموضوع وتخديره هنظلنا نايمين بس النوم هيكون زيء جدا لا وضعنا الصحة واضح هيخلينا نسح الصبح رغم إنه نمنى بس إنه شعريم لسه في التعب والإرهاق فممنوع نعالج كلة النوم وصعوبة النوم بدون ما نعرف الأسباب إذا السبب نقص أكسجين وضعف الدم طبعا الأعراض الثانية لضعف الدم لعدم وجود طاقة تنميل وخضران في كل الجسم كل ما أوقف من الجلوس الوقفي بشعر في الدورة بشعر في الدوار بشعر في طنين أذن أحيانا بسبب كلة الأكسجين ممكن أشعر غبشان في الرؤية بعض الأحيان أو تكون الرؤية مضاعفة في عندي نفس المبدأ فهذا دليل إنه في عندي كلة تروية كلة كوريات دم حمراء كلتهم أكسجين كيف ممكن أعوضهم طبعا تعوضهم مش بمكملات لا بي 12 ولا مكملات حديد ولا مكملات الفوليك أسد هذه كلها مش حطاعت نتيجة زي ما هي المكونات الطبيعية هلا من ناحية غذائية معروف شو اللي بيعوض نقص الحديد ونقص الهيموغلوبين خدوا عندكم في عندنا الكبدة كبدة خروف كبدة عجل الكبدة طبعا فيها عناصر كتيرة ومن بينها الحديد اللي هو سهل الامتصاص وسهل التحويل للحديد اللي إحنا بدنا إياه الفعال فيها النايترك أوكسايد فيها الريزفرات رول هذي مضاد أكسدي ومضاد شيخوخة وفيها المواد اللي بتاعة الـ ATP وفيها الـ B12 ونقص الـ B12 بسبب ضعف في الدم ويسبب فكر دم بسبب نقص الـ B12 فهي أخذنا الـ B12 وأخذنا الحديد احتياطا وبنوقع الطاقة كدش بدنا واجبتين في الأسبوع ماشي الواجب التاني سردين سمك مرتين في الأسبوع سيعطينا كمان حديد سيعطينا كيلس سيعطينا الفوليك أسيد سيعطينا الفيتامين دال تعفوا أنه الـ B12 سردين في الأسبوع سيعطينا حاجتنا 50% من الفيتامين دال مع شوية شمس هاي حققنا الهدف طيب هلا من ناحية تقوي للدام في يعني الكبدي في يعني السمك واللي ما بيحبوا يقلوا الأكل الحيواني إذن بدهم يروحوا على المصدر الحديد النباتي من أفضل مصادر الحديد اللي هو الحصروم أو العنب الأحمر سواء الزبيب أو العنب الأحمر المجروش اللي هو بيستخدمه مع الزهطر إحنا كفلسطيني في عنا الشمندر نبات الشمندر رخيص الثمن غنيف في الفوليك أسيد والحديد والنحاس والنيترات اللي حطاتي هلا كوة للطورة الدموية إحنا هلا بالنهاية نشط مكونات تكوين الدم والعزي الحديد وهي الأمور فالشمندر في عنا الكزبرة نبات بذور الكزبرة جيدة وملئة في الحديد في عنا الحبة البركي الحبة السودا كمان ملعقة نص ملعقة ملعقة في اليوم هذا حي يعطينا حاجتنا كتير من الحديد والماغنيسيوم وهي العناصر اللي بتساعد على تقوية الدم فالكزبرة الحبة السودا كمان تعالوا لأقول لكم بكل منتجات العسل سواء العسل الطبيعي حبوب اللقاح حبوب الملكات أو غذاء الملكات البروباليس هذه كلها بتحتوي على الحديد مضادات الأكسدي وبتعطي قوة نحاس وبتعطي قوة قوية للدم فالنحل العسل ومنتجات الناحل كافة جيدة لرفع قوة الدم طيب نروح شوية على الشغلات اللي هتسرع من وجود الأكسجين في الخلايا والتسريع من نمو كريات الدم الحمراء تقريبا عشر أضعاف أو أكتر وتقوي عن مجرى الدورة الدموية اللي هي طبعا التمارين التنفسية اللي هي هتسرع بشكل كبير معلومة عن التمارين التنفسية في بعض أنواع للتمارين التنفسية أي تمارين تنفسية فيها حبس للنفس يعني بقطع نفسي من 30 ثانية وأكتر هذه التمارين هي اللي بتأدي لإنتاج كريات الدم الحمراء عشر أضعاف زي ما بتعرفوا كريات الدم الحمراء اللي بنتجها نخاع العظم ونخاع العظم بنتجها وبضخها حسب حاجة الجسم لإلها في حال الصيام أو الانقطاع عن أخذ الأكسجين أكتر من 30 ثانية ببلش الجهاز العصبي والجهاز المناع يرسلوا إشارات قوية لأن الخاع العظم أقل ما فيها أنه انتجوا صفائح دموية كريات دم حمراء اللي هي بتشكل 45% من الصفائح الدموية اللي ماشي في الدم واللي هي مهمتها حمل الهوموغلوبين والاتحاد مع الأكسجين وتوصيله لإدماغه لكل خلايا الجسم ففي هذه الحالة الموضوع سهل إني أخذ شهيق عميق من الأنف وأحبس النفس 30 ثانية وأكتر 30 ثانية وأكتر في هذه الحالة أنا أعطيت الدم تاعي دفعة قوية من إنتاج كريات الدم الحمراء الشباب لسه الطازة اللي هلأ انتجت فعندها المقدرة على التحرك وعلى حمل الكثير من الحديد والهوموغلوبين كريات الدم الحمراء بتعيش ثلاث شهور وبصير فيها زي موت ثاتي بعد الثلاث شهور وبتتحلل طبعا في التحال وبنستفيد منها في المخلفات التحال بيستفيد منها وبيودي للكبد والكبد بتخلص من اللذائل من كريات الدم الحمراء الهام الهارمة اللي مكسرة بيحولها لأعصار صفراء وعشان يساعد في عملية الهضم وعملية الامتصاص المعادن فالتمارين مع حبس النفس حتقوي الدم هاي النتيجة في هاي الحالة إذا شعرت أني بدي أقوي دمي في هاي الحالة كل ساعة بعمل لي أربع خمس جلسات إني أجلس أخذ شهيك أحبس النفس كد ما أقدر ولما أطلع زفير أطلعه بشكل هادي من الفم هذا التمرين طيب هلا تقوية الدم كمان بإعطاءه مقويات ذاتية زي الغاز النيتريك والنيتريك أكسايد اللي هو هيتعمل على تفتيح الشرعيين وإعطاء قوة للدورة الدموية أنها تتحرك هلا فيه شكلات كتير موجودة فيها النيتريك اللي هيو هيولد غاز النيتريك الدافع والموسع وفيها الحديد بنفس الوقت مع النحاس وأول هذه الأعشاب الطبيعية اللي هو عشبة الكركدي عشبة الكركدي شاي الكركدي بنشربه بارد بنشربه ساخن بعطينا كمية كبيرة من الحديد والنيتريك وبيوسع الدورة الدموية وزي بعطي دفع قوي لمجرى الدورة الدموية لا لحظات لا لحظات بس خلال اللحظات هذه بنزل ضغط الدم ضغط الدم العام بنزل ضغط الدم الدماغ بنزل ضغط الدم الشرعيين في الرئة بنزل كل الدورة الدموية بتتحرك بتتوسع بتتنشط وبتكوع العشبة الثانية اللي هي دايما بتتهموها نها بترفع الضغط طيب هلا أنا بدي كوي وبدي أرفع الضغط وخصصا كبل ما أروح أنام لأنه لما ضغطي يهبط لأنه في الشي عندي طاقة وفي الشي عندي أكسجين وفي الشي عندي هموغلوبين في هالحالة شو اللي هيرتفع بتشكل تلقائي الكورتزول هيرتفع عشان يعوض النقصان في الأكسجين ولما يرتفع الكورتزول هيك هيك نفس المبدأ بصحة من النوم لأنه نزل الأكسجين ارتفع الكورتزول في هالحالة بدي أخذ شي إنشط أعمل الغد القضرية لإنتاج كورتزول طبيعي اللي هو يكون بنفس المهامة ويعطييني زي مقويات ودفع من الطاقة للإنتاج الأي تي بي اللي هي عشبة إكليل الجبل وعشبة أو بسموها الروسماري أو عشبة حصلبان حصلبان إكليل الجبل شجيرات شجيرة من عشبية بتنبط حوالين البيوت بمعمرة رخيصة الثمان بتتاخذ شاي عشب خضراء بتتاخذ جاف وبنحط عليها ماء السخنة وشوية عصال وبنشربها هذه الكاسة تاعة إكليل الجبل وشاي إكليل الجبل بتعطينا طاقة زي كاسة القهوة تقريبا من ناحية المواد الفعالة هاي اللي بتحفزنا وهذا هو السر ليش بتإكليل الجبل بتخلي الشعر ينمو بشكل كبير لأنها بتعطيه ATP وبتعطيه طاقة فهذه الأعشاب اللي بتعطي طاقة زي واحد عنده فقر دم وعنده ناقص في الطاقة اللي مش عارف ينام بأخذوها قبل النوم بساعة قبل النوم بساعة شو كمان من الأعشاب القوية في عنا الفطر الكورديسيبس فطر الطاقة هو اسمه فطر الكورديسيبس هذا الفطر أو المشروم الفانكشنال ماديسينا المشروم يعني فطر علاجي فانكشنال لأنه حي لأنه فطر مواد لسه حية وفقالة وبتعمل تغييرات هذا الفطر بسببه الصينيين في الواحد في 92 ربحوا ميداليات ذهبية في الأولمبياد لأنه أتعاطوا هذا الفطر وهو حلال طبعا ومصرح فيه ومش من المنشطات الممنوعة فإذا مش منشطات ممنوعة وحلال وبعطيني طاقة بتخلييني مش بديش أفوش فيه مباريات أولمبية واخد ذهبيات بس بدي أمشي حالي بدي أقوى العضلات بدي أقوى عضلات القلب بدي أقوى ضغط الدم بدي أقوى الدم إذا أول مصدر الكورديسبس الكورديسبس اللي ينمو فيها الكورديسبس اللي هي الإجبال الإجبال الإعالي الإجبالي الآسيوي هذا بالشكل الطبيعي وفطر صعب إنه ينمو بشكل صناعي في مزارع فقط الشكل الطبيعي ولاحظوا انه الماعس والحيوانات اللي دائما بتوقل منها الفطر هادي بتضرر حليب بشكل افضل اذا ماعس او ابقار او اغنام عندها طاقة اضافية بتولد كتير اولادها كويسين ناصحين فشو السر فالك يتصر في هذه النوعيات من الفطر نفس النوعية الفطر مدام احنا في المشروم والفطر العلاجي في عندكم الكفير مشروب الكفير لبن الكفير الكل بيعرفوا لبن الكفير شو الخميرة تاعته اللي هي خميرة الكفير هي نفسها خميرة الكفير هي عبارة عن فطر من اللي ينتج او يزرط او يعني يكتفوه طبيعيا من جبالها ملايا هو مصدره مصدر الخميرة هادي جبالها ملايا هناك في الفطر هاض فكانوا ياخدوه وحطوه في اللبن في حليب الماعس وهيك بتكون عنا الكفير شو بيسوي الكفير الكل بيعرف شو فعالية الكفير اول شي بيزيد السيريتونين بنشط الحالة المزاجية بنشط التركيز ثاني شي جيد جدا للجهاز الهضمي بيساعد على عملية الهضم عشان هيك الكفير بتاخد بعض الأكلات الدسمة زي المناسف وهي اللحوم فباخدو الكفير بكتيريا جيدة بتسرع على الهضم وبتعطينا دوبامين وسيريتونين وطاقة وفيش احلى من هيك مشروب وحلال ومتواجد ورخيص وممكن الواحد ياخد اللبن وصير هو يجيب حليب بدون تسخين حتى هذا ما بدون تسخين ترويب اللبن الكفير من باستخدام الحليب وفضل شي حليب معايز كامل التسم أو حليب بكر كامل التسم بشكل بارد وبنوضع عليه خميرة اللبن الكفير اللي هي موجودة عنا وفي هيك بتضلكم تاخدو خميرة من الفطريات زائد الخمير اللبنية الموجودة في الحليب هذا كمان بعطي طاقة غير الكورتيسيبس ولبن الكفير جيدات في إعطاء الطاقة وعمل تقوي للدم هذا مشينا على بعض منها الوصفات الغذائية ومشينا مع بعض التمارين التنفسية والحركات التنفسية اللي هي لازم نعملها كل ساعة كل ساعة كل ساعة وعمل الحركات التنفسية غير إنها بتعمل عملية تقوية الدم وتقوية كريات الدم الحمراء اللي هي عملية إعادة تنظيم لمركز التنفس في جدع الدماغ جدع الدماغ في عنا مركزين للتنفس مركز التنفس الطبيعي الإحتيادي اللي هو ستاشر مرة لعشرين مرة بالدقيقة شاهيكو زفير أول مركز التاني في حالة الإنفعالات أو حالة النشاط البدني بدنا زيادة في سرعة التنفس فبيشتغل المركز التاني وبيزيد سرعة التنفس لحد ما يواصلها أكثر من ثلاثين مرة بالدقيقة ومع سرعة التنفس طبعا القلب بزيد سرعته سرعة التنفس واحد القلب بزيد سرعته أربع مرات دقات القلب انكباضات القلب مربوطة مع التنفس واحد شاهيكو زفير أربعة دقات قلب عشرين مرة شاهيكو زفير بالدقيقة بمعناته 80 دقا في الدقيقة للقلب وبين دقات القلب وبين سرعة التنفس بيكون في عنا ضغط الدم يعني ما بيرتفع مع زيادة الدقات يعني ما بنخفض مع كلة الدقات والتنفس شغلي إرادية متحكم فيها يعني أنا إذا بدي أجكر وبدي أتنفس مرتين بالدقيقة مثلا كل 30 ثانية أحبس نفس وطلع زفير أنا بتنفس مرتين بالدقيقة خليني أتنفس ست مرات في الدقيقة ست مرات سهيكو زفير إذا تنفست ست مرات في الدقيقة هذا شو حيش سويه هذا حيخلي دقات القلب ترجع لأقل من 60 حتى وتنزل وتتناسب مع سرعة التنفس أول شي هذا حينزل مباشرة ضغط الدم اللي يتناسب مع سرعة التنفس جربوا وشوفوا شو بصير يعني سرعة التنفس إرادية بقدر أتحكم فيها ومن خلال تحكم في تنفسي بتحكم في عضلات القلب اللي هي لا إرادية وبجبرها أنها تتمشي مع حركة تنفسي وضغط الدم شفتوا كيف نزلنا بشكل سريع عن طريق حبس النفس بميكانيزم ثاني اللي يقول الفلسافا ما نفر بس كله نفس المبدأ والنوعية الثانية من التنفسية عشان ننهي اللي هي حتقوي الدم بطريقة خيالية خمستاشر ضعيف ستزيد إنتاج النيتريك أوكسايد اللي هي التنفس السريع عن طريق الجيوب الأنفية عن طريق الأنف فقط مع تسكير الفم وهي بتكون إنه سكي ثمي وأضلني يعني أعملها مرة واحدة هيك أو في تكنيك تاني بتنعمل على ضفعتين يعني أصحب عبر رئة ورد أصحب وعبر رئة بشكل أكتر ورد أطلع بالطريقة هاي هذه الحلقة الميكانيكية اللي بسرعة الهواء بانطلاقته السريع في داخل الجيوب الأنفية والتجويفات الأربعة على كل جهة في أنها ثمان تجويفات واحد اتنين ثلاثة أربعة بوصلوا لهون هذه بتشبع الهواء اللي داخل بين النيترك أوكسايد لأنه مولدات النيترك أوكسايد وغاز النيترك في الجسم موجودة في محطية الأ記得ية كعادة في ancsh Before the جدران الشرايين وجدران شرايين الرئة وشرايين الدماء كلها نايتريك اوكسايد والمحرك الرئيسي والمصنع الرئيسي في الانف في الانف ففي هاي الحالين دقيقة بس دقيقتين تمارين سريعة زي هيك هذا بيولدنا حرارة بشكل سريع وجهكم يصير احمر احمر وبيولد طاقة بشكل سريع وبيعمل عملية دفعة حتى العنين بطلعوا لبرة من كثر الطاقة اللي ولدناها عن طريق حركات التنفس من الانف من الانف وهي الحقيقة للأسف الحيوانات عرفتها والثور الثور الثور عرفها هذا التكنيك معروف قبل ما الثور ينطلق للهدف تاعه بيرجع على وراء اربع خمس ست متر عشرة متر بصير يمد اديل للامام اللي يزيد السعر الرئاوية وزيد من حجم القفص الصدري وحجم الرئاتين وبصير بيسكر ثمه بصير ياخد شهيك وزفير بشكل سريع عن طريق الانف عن طريق الانف كأنه في شرار طالع من انفه تا يولد كلها الطاقة هذي كلها الاتب وكلها النيتريك اوكسايد اللي هو لثواني بس هذي كفاية انها تتحرك بسرعة قوية نحو الهدف الثور عرف القاعدة هذي في صناعة الطاقة والقوة واي واحد بده يعمل جهد اكبر من اللازم ويبده شي مولد داخل للطاقة مولدات الطاقة الداخلية في عندكم اول شي النيتريك اوكسايد في عندنا النيتريك اوكسايد هذا الدوبامين النور ابنيفرين اللي هو نور ادرينالين بس النور ابنيفرين اسمه وشو كمان وفي عندنا الاندورفينس الاندورفينس هذي مواد كيموية بفرزها الجسم في العضلات في الدماغ الاندورفين هي زي المخدرات اللي بتعطي طاقة قوية بس هذي حلال كمان وهذي داخلية هلا واحد بده ينتج كل هدول المركبات الكيموية عساس يوخي الطاقة يقدر من خلالها مثلا يحمل 200 كيلو بدل ما يحمل 100 كيلو بالوضع الطبيعي في هالحال بتستخدم هاي التقنيات كلها اللي حكينا عنها يعني الواحد باخد نفس حتى شوفوا اللي برفع الاثقال الاثقال الاوزان الكبيري لاحظوا التكنيك اللي بيستخدموه اول شي بيكونوا بضعية الكرفصاء ورافعين راسهم لفوق ورافعين اكتافهم بهذه الطريقة اللي هي وضعية اكبر وضعي اكتر اتساعا للقفص الصدري لما ابقى رافع بالطريقة هاي ورافع راسي وفي وضعية الكرفصاء في الحال القفص الصدري بيكون متسع من ناحية اناتومي فاذا بده يطلع لفوق نفس المبدأ بصير يوخد شهيك وزفير زي مبدأ الثور شهيك وزفير شهيك وزفير شهيك وزفير ولما بده يطلع بطريقة كبيرة بطلعه بسكل ثمه وضغط حاله ولما بده يندفع بشكل كبير ممكن يصرخ ممكن يقول يا الله ممكن يقول الله اكبر اي حركة بس بيطلع الهواء في هاي الحالة بطريقة كبيرة اللي تعطيه طاقة اضافية جربوا هذا التكنيك شوية شوية لما بدكم تحملوا شغلات تعملوا اعمال فيزيائية بتفكروها انها صعبة وهتلاحظوا انه هذا الشي الطريقة هادي والطرق هادي اعطتكم طاقة ما بتعرفوا من وين اجت الدوبامين بعطي طاقة عشر اضعاف الطاقة الممكنة هذا مخزون ذاتي وهي معامل ذاتية موجودة في داخل خلايانا لا الحالات الطارئة اللي ممكن من خلالها اذا تم افراز هذه المواد هذا حينجينا من مخاطر كثيرة يعني امرار لازم ننطلق زي الصاروخ ما في مجال يعني لازم يكون سرعة في الانطلاق في الهرب في الاندفاع فبيدنا الطاقة زي الصاروخ اضافية هلا جسمنا بقدر يعطينا الطاقة اللي بدنا اياها بس نعرف كيف نشغل المحركات هادي الاشعال لهالطاقة هادي اللي هي بخلمة الله اكبر لحالها هذا السر 99% من الطاقة اللي ممكن تطلع وخصوصا لما تكون بصوت عالي كل ما علينا الصوت كل ما انتجنا نايترك اوكسايد حركة الصوت واحنا نطلع الصوت النبرات تاعت الحبالة الصوتية حكينا كل مصادع نايترك اوكسايد موجودة في الاخشية المقاطية في طبطين الجيوب الانفية طبطين الزور طبطين الحبالة الصوتية طبطين الجدران تاعت الشرايه فاي صوت وحركة والتمتمات هادي والتهليلات هادي كل ما علينا صوتنا اكتر كل ما زاد انتاج الغاز النيتريك والتوبامين وهي في عندكم شو كمان والاندورفين والسيروتونين وبحفز العصب الحائر كمان هذه الحركات يعني تحفيز العصب الحائر عشان ضغطنا ما يرتفع بشكل كبير مع كل هالمحفزات هذه الانتاج الطاقة عندكم دوبامين واندورفين ونور ابنيفرين ونيتريك اوكسايد هذه اربع مسرعات للاشتعال ففي هذه الحالة بتنشي كمان اللي يوقف ضغط الدم من الارتفاع المفاجهات فاجمع الموضوع العصب الحائر مدام العصب الحائر حفزناه في هذه الحالة هو بسيطر على ارتفاع ضغط الدم اللي يتناسب مع قدرة الطاقة اللي كاعدين بننتج فيها هذا هو سر التمارين التنفسية والشغلة المهمة عشان نخرج من المباشر انه عمل التمارين التنفسية بهدف ضبط ارتفاع ضغط الدم او اللي عنده انخفاء ضغط الدم ودوخة وما هو عنده ضعف في الدم فاذا بيستخدم كمان التمارين التنفسية السريعة من الانف وبيعمل عملية انتاج نايتريك اوكسايد يعني التنفس مانع للجلطات وتكوينها وتخثراتها في داخل الشرعيين يعني انا بصير اوسع بالشرعيين دائما والاهم من كل هذا انه متابعتي لهذه التمارين بتخلي مركز الدماغي هذا اللي حكينا عنه في جدع الدماغ اللي هو بيسيطر على حركة التنفس وحركة القلب وضغط الدم بعدله يعني خلاص بصير يشتغل بطريقة كويسة ومش على الحامية والبردة بصير ضغط دمنا يرتفع ولا ضغط دمنا ينزل بصير الوضع تحت السيطرة دماغنا ممكن انعدل فيه وممكن انعدل في هذه المستقبلات وهذه الموازنات في داخل الجدع الدماغ طيب شو اللي بوصل للدماغ انه فيه انه ناقص اكسجين شو بيعرف الدماغ انه ناقص الاكسجين عنا في الدورة الدماغية اكتر مرصدين للاستكشاف موجدات في اعلى الرقبة على الجهة اليمين وعلى الجهة الشمال فيه انه الشرايين السباتية اللي هي مباشرة بتخرج من القلب وبتتوجه للدماغ ومن هون بتتفرع لفرعين او ثلاث فروع وبتغدي تقريبا 75% من الدماغ هذه الشرايين كامل ما تدخل للدماغ حضاراتها فيه بيكون حواليها زي مركز للرصد وفحص الدم يعني اللي هي بسموها العقدة السباتية العقدة السباتية بتاخد الدم لانها متواصلة مع مجرى الدورة الدماغية وبتفحص كديش البيئة تحت الدم كديش كمية الاكسجين في الدم كديش كمية ثاني اكسيد الكربون في الدم شو فيه شغلات تانية موجودة مضرة اللي قبل ما تدخل اي شيء اتوصل للدماغ شو اللي موجود وشو اللي حيوصله فيه حال صار اي خلال في الحالة هاي العقدة بتعمل عملية تضيق في الشرايين اذا مثلا شعر الدماغ انه فيه كله اكسجين كله اكسجين معناه تضيق شوية اللي في هاي الحالة ينقطع تضفق الدم بالدماغ والدماغ ينقص الاكسجين يحس انه نقص الاكسجين في هاي الحالة مباشرة ما فيه عند الدماغ اي وسيلة الا انه ارفع الادرينالين وارفع الكورتزول اللي نقدر نصحه ونوخت اول ما نصحه طبعا من النوم اذا بتلاحظوا شو بنعمل واحنا ما ضعورين يعني تلقائيا احنا قاعدين بناخد شاهيك وزافير قبل ما نعرف شو اللي كاد بصير فاحنا قاعدين بنتحرك بنانا على توجيهات الدماغ والدماغ بديو اكسجين اذا بدو يرفع الكورتزول وبدو يرفع الضغط وبدو يصحيك من النوم ممنوع تنام وفي كله اكسجين فبدأك تصحى وتتنفس وتاخد شاهيك وزافير وبعدين بترشع وتنام كطبيعة فنهاية الحلقة انه التغذي هو العلاج الوحيد لفقر الدم الشغلات التغذوية بس الوجبات والاكل هادي فيش فيها فيتامينات وفيش فيها ابر بطولف وحديد ومش عارف ايش هنا مثلا في كندا اي واحد عنده فقر دم وعراض كتير كتير كبيره مستحيل يعطو اي ابر لا بيت والف ولا حديد ولا شيء بكل الروح تغذي وعشان باخد وقته باخد وقته يعني بدو شهرين ثلاثة امرار لانه يرجع قوة الدم لوضعه الطبيعي زي ما حكينا كوريات الدم الحمراء بتعيش ثلاث شهور فبدنا ثلاث شهور بس عشان نسرع بسرعة ونتفادع ونسيطر على الاعراض بسرعة في عندكم حكينا لكم عن التمارين التنفسي حكينا عنه عين رئيسيات اللي هو حبس النفس لتقويت وزيادة الهيموغلوبين وكيات الدم الحمراء والحل الثاني اللي هو التنفس عن طريق الانف هذا فيه ضرورة لما بدنا نحس انه ضغط الدم نزل نحس انه فيش اننا طاقة بدنا دوبامين بدنا نايتروك اوكسايد بدنا نمنع الجلطات حسينا حالنا دايقين بنعملنا اكمن شاهيك وزفير بشكل سريع من الانف وهيك بنحل الموضوع اذا ضغطنا مرتفع وحاسين انه رأسنا بوجعنا ومش عارفين نسيطر على عصابنا وفي عنا رجع بنروح وبنحبس النفس نص دقيقة نص دقيقة واحنا حابسين النفس وبس مركزين شو اللي كاعد بصير ولما نطلع النفس بنطلع وبنطول في اخراج النفس حركة الشهيق لما نوخذ النفس هي حركة حركة تعتمد على انكباض عضلات الحجاب الحاجز 75% من الشهيق مسؤولة عنه عضلة الحجاب الحاجز انها تنزل لتحت وتسحب و25% من حركة الشهيق مسؤولة عنها العضلات اللي بين الاضلاء في القفص الصدري والعضلات اللي في الرقبة اللي بتمسك الفقرات مع عظمة التركوة اللي ترفع لفوق هذه عضلات تنفسية مساعدة والعضلة الرئيسية ومعضلات حجاب الحاجز فصار في انها 100% شهيق كل ما قوية عضلة الحجاب الحاجز والعضلات اللي بين الاضلاء والعضلات تعتى الركبة كل ما اخذنا نعمل اتساق اكتر وبشكل افضل للقفص الصدري اللي نسحب الهواء لجوه حركة الزفير ليه حركة بتتم تلقائيا لانه العضلات بتنبسط وبرجع الحجام للوضع الطبيعي عضلة الحجاب الحاجز بتنبسط فبترجع للوضع الطبيعي وحركة الزفير حركة جارساً بثاوية جارساً بثاوية حركة الشهيق لما ندخل هوا بدنا جهود بدنا ارتفاع للضغط بدنا قوة في الحاله هي حركة سنبثاوية سنبثاوية يعني بتعمل عملية تحفيز جارساً بثاوية يعني بتعمل عملية تهدئة عملية تحفيز مع قوة وعملية تهدئة طب انا خلي التهدئة طول اذا خليها الطول سبع ثوانه عشر ثوانه اللي هي حركة الوف بضم الشفاتين بزغيرهم اللي اعمل شوية ممالعة وبصير اطلع في الهواء بحاول اطلع كد ما اقدر واعصر حالي واعصر كل الهواء اللي موجود كد ما اقدر من الهواء اللي موجود في الرياتين انه يطلع مع اطالة الزفير تقريبا ثلث الهواء اللي بنستنشكه يعني ثلث حجم الرياتين بامتلع في الهواء اللي بنستنشكه وبيضل في ثلث هواء راكد هذا السفلي فانا اذا اطلعت الزفير بالطريقة هذه انا خرجت هذا الهواء اطلت الزفير ووصلت حالي لحالة الهدوء التام نزلت ضغط دمي لانه فعالة الجهاز الجارسة البثاوي والعصب الحائر وريحت اعصابي يعني حق التنفيخ لما الواحد بيحس بالضجر او الانفعال او بيصير ينفخ اذا بدوش يصيح الحل الثاني يا الله لما بدو يتضمر بس بدون صوت بيصير ينفخ الواحد واللي هو تعبير عن انه منرفزين وهي حالة يعني حركة لا ارادية بتخلينا نهدع اللي هي حالة الوف وعشان هيك ربنا حكالنا ولا تقول لهم حتى الوف ولا تقول لهم اوفن ولا تنهرهما يعني حتى كلمة الوف اللي هي تعبير غير لفظي عن الشعور انه منزعجين ممنوع ممنوع حتى بدون ما تعبر بايشي بس بمجرد حركة تعبيرية اوفن معناته انه الادرينالين والكورتزول عندك مرتفع بسبب موقف معين واضح حرام وممنوع ومكروه مع الاب ومع الام مع الاب ومع الام لانه هاي الحركة بتذايقهم وبنزعجوا منها يعني انكم منزعجين منها فعشان هيك ممنوع ولا تقولوا اوفن هي حركة علاجية دا بدكم تسوها ما تسووهاش قدام حدا بلاش يسيء فهمكم وفكركم انكم زرمنين منو او زعلانين منو او بتنفخوا او مش طايقين الحياة بس احنا بنعملها بهدف الاسترخاء وبعدين عشان ننهي تعالوا كلكم يعني حركات اليوغا والتأمل تمانين في المية منها بعتمد على هذه القواعد في الحركات التنفسية تمانين في المية هي حركات تنفسية بتجمع بين حركات الاسترخاء وحركات حبس النفس مع حركات زيادة الليونة وحجم القفص الصدري لما نعملوا ستريتشنج والوضعيات المعينة ووضعية الكات والوضعية الكعدة في على الارض بوضعية انه الرجلين يكونوا مفتوحين هذه كلها زيادة السعر الرئوية في الرئتين وزيادة حجب الرئتين ونأخذ نفس بشكل عميق اكتر وبنحفز العصب الحائر وهذا بعطينا استرخاء اللي هي معمول عليها ابحاث كتير على اليوغا وكديش فعاليتها في انها بتساعد في علاج الاكتئاب والحالات النفسية وبتعطي الطاقة وبتعطي التوازن العصبي والتوازن الدماغي بس اللي هي افضل من اليوغا وافضل من التأمل في الفاعلية العلاجية اللي هي الصلاة الصلاة قصلا بغض النظر صلاة اسلامية صلاة للمسيحيين صلاة لليهود صلاة لأي ديانات صلاة قصلا بغض النظر صلاة اسلامية صلاة للمسيحيين صلاة لليهود صلاة لأي ديانات صلاة للمسيحيين صلاة للمسيحين صلاة للمسيحيين صلاة للمسيحات عبس النفس منها موضعيات وحركات لإنتاج النيتريك أوكسايد والسيروتونين عن طريق التهليل والتكبير وخصوصا لما بدنا نكبر بنرفع إدينا رفعة الإيد مع التكبير يعني عساس أخذ طاقة أكتر وعساس صدر يكون مفتوح أكتر وكل الحركات العلاجية التنفسية لتقوية الرئتين والتنفس كلها حركات تعتمد على رفع الإيدين كلها حركات تعتمد على وضعيات مختلفة أن ننزل رأسنا مثلا لا تحيد مع نظلنا ندعي لما ننزل ونسجد بنزل رأسنا لا تحيد والسدر والهواء كله بيكون اتجاهه للأسفل مع ترديد بعض الكلمات وبعض الشغلات اللي بنرددها أثناء السجود هذا بسرع من طرد البلغة بسرع من حركة الدورة النموية ترويد أكسجين أكثر نايتروك أوكسايد وهذه هي الوضعيات حركات تنفسية حركات لا تنظيف الريع اللي هي الوضعيات والتنفس والتمارين التنفس لو بدنا نحكي عن المهم الفوائد العلاجية للصلاة كحركات نحن ما بنحكي عن جانب روحاني اللي هو جانب مهم كتير بس كحركات فيزيائية بنعملها إذا بنظر شو الوضعيات الوقوف ووضعيات السجود ووضعيات الركوع ونتبع هاي الوضعيات هذي فيها شغلات مهمة كتير ولو نحكي عنها للصبح ما بنخلص وكابل كل صلى الله في وضوء الوضوء لحاله فوائده جمي لا تعد ولا تحصى كطهارة كغسل كتبريد للجسم كتهدئة للجسم كوقاية من كتير من الأمراض اللي ما بتحصل مع الناس اللي بيواضبوا على الوضوء والاختسال خمس مرات في اليوم وكابل الوضوء ومع الوضوء طبعا اللي هي عملية التوقيت وتممكن روح على الحمام خمس مرات في اليوم الوضع الطبيعي للدهاب للحمام لأي شخص خمس مرات في اليوم ما يزيدوا على الخمس مرات في اليوم إذا المثاني عندنا والجهاز العصبي وجسمنا كله بيكون مزبط ومهيئ إنه خمس مرات أثناء اليوم لازم تروح على الحمام لازم تفرق لازم تختسع لازم 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 هذا بواقينا من أمراض كتير ومن مشاكل كتير وآخر كابل ما ننهي عشان ننهي وخلصنا إذا قدرنا نعدل النظام البيولوجي لإلنك لهرموناتنا إذا إحنا علجنا حالنا من أي حالة منتر 50% بس تعديل الهرمونات اللي يتلاقم مع أشعة الشمس يتلاقم مع النهار إنه نصحى الصبح والنام في الليل زي الوضع الطبيعي والقانون الطبيعي ما بيعكي لنا والالتزام في إنه نصحى صلاة الفجر وبعدين الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء يعني تصوروا هذا نظام تمارين مدروس ومعروف ومعقول كل عارفه فيش حدا بيقدر يخربط فيه وياويلو إذا ما أجعل النظام التمارين هذي اللي هي متابعة لإلوه زي مينتنانس خمس مرات في اليوم ويلا 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 لكل أجهزة الجسم لكل الأجهزة من قلب لجهاز النفسي لأدماء لمشاعر لأفكار لشياطين أي شيء بتعدل خمس مرات في اليوم وهي الخمس مرات في اليوم كمان هي أكم مرة السائل الدماغي الشوكي يفرز أثناء اليوم في أن نصف لتر ومتين مليمتر موجودات في دماغنا كسائل شوكي دماغي وبدوره وهذا النصف لتر بتجدد خمس مرات في اليوم من ثلاثة لخمس مرات في اليوم لازم يتجدد على مدار اليوم مش الليل اليوم والتجديد تعه لازم كمان ينتج خمس مرات ويزال من طريق الأوريدي والجهاز اللنفاوي خمس مرات في اليوم والجهاز اللنفاوي والمعابر واللي بيخرجوا هذا السائل لبرة لمجرى الدورة الدموية جاي في أعلى الدماغ في الجمجمي من الأعلى وجاي بشكل طولي كل جمجمي فيها تقريبا تلات ألاف مسامات وهاي المسامات من خلالها بتم انتقال هذا السائل طبعا بس مر عن طريق الأخشية السحالية اللي بتحيط في الدماغ تلات أخشية وأكتر شيء التبادل هاض بتم في القشاء بين القشاء التاني والتالت بتكون أوردة وشرائين والفتح هذه طالعة من دماغنا اللي تجدد هذا السائل المهم خمس مرات في اليوم العبارات تعته يعني التغيير بيجي من فوق مش من تحت زي نظام التصريف الطبيعي العبارة تعته من الأسفل بس نظام السائل الدماغي الشوكي التصريف تعته بتم من الأعلى وسبحان الله خمس مرات في اليوم لازم نظرنا نازلين نطالعين كحركات سجود وكحركات رقوع ونظرنا نرفع رأسنا وننزل رأسنا يعني رفعة الرأس ونزلت الرأس هذه مش هي عبارة عن تمارين لضخ دم أكتر وسائل وتغيير وضعية السائل عن طريق هذه الحركات والوضعيات ومش هذا مهم كتير لتروية دموية أكتر لدماغ ومش هذا مهم كتير لتنشيط سحب السموم من الجهاز العصبي ومن الدماغ عن طريق الجهاز اللنفاوي طبعاً لما نزل رأسي هيك وفي وضعيتي السجود ومع ضغط الدورة الدموية والسائل اللنفاوي هذا طب هذا حيفتح ويسرع من المصافة اللي هي موجودة في الأسفة يعني هيك قلبنا المعادلة خلينا المصفة كان وإحنا واقفين في الأعلى ومرة واحد ينزلنا خلينا المصافة في المنطقة السفلية اللي الجاذبية تعمل دورها وتسحب من هالسائل اللي نقدر نجدده ونجدد الدورة الدموية لدماء يعني أريدكم أحسن من هيك تمارين لا سحب واستنشاغ قمية أكسجين أكتر عن طريق الحركات التنفسية أثناء الصلاة وإنتاج الدومامين والأدرينالين والإندورفين سواء من ناحية الحركات أو من ناحية روحانية هذا كله بعطينا دفعة كاملة وفي هاي الحالة بنعمل كمان تمارين وبننشط الدورة الدموية وحركة الدورة الدموية أو حركة السائل الشوكي الدماغي وهذا بنشط كل جسمنا وكل النظام الهرموني لإلنا وبعدل هرموناتنا وبعدل نفسيتنا وبيروق أعصابنا وبحافظ على جسمنا كنظافة وبمنعنا من الفطريات وخصوصا فطريات القدمين فطريات القدمين أنا لما خمس مرات في اليوم أغسل جريه وشمسهم وجففهم بعد الوضوء طب هذا أفضل وقايا لأي شيء بخصوص القدمين سواء مشاكل العصابة الطرفية ضعف الرجلين الفطريات لأنه هيكي بخلي جريه يتنفسوا وبعدين تعالوا لأكلكم إحنا مفروض فينا إنه نشلح من جرينا حافين القدمين في اليوم ونمشي على الأرض اللي كل هالشحنات الزائدة اللي إننا في الجهاز العصبي والقهرباء الزائدة اللي موجودة في العصاب عندنا يتم تفريقها بشكل طبيعي عن طريق الأرض منامستنا ل الكرة الأرضية للأرض ضروري جدا ل تفريق كل هالشحنات وأنا بفرق فيها الحالي عن طريق القدمين وبفرق عن طريق الجبهة يعني عن طريق قطبين رئيسيات من الأعلى من الجبهة لما حط رأسي على الأرض ومن الأسفل من الرجلين الأحذية القديمة بيكون فيها تحد في الكعب قطعة نحاس لأيش هذه النحاس موجودة في القدم بس التفريق القهرباء والطاقة الكهربائية من جسمنا بشكل أسرع على الأرض وهذا بجنبنا الشحنات الزائدة اللي موجودة في دماغنا فيه شحنات زائدة كثر التفكير وارتفاع الكورتزول بيسبب شحنات زائدة الشحنات الزائدة هذي بتضلها تجري فيها الخلايا العصبية في الدماغ وتضلها محركة دماغ وهي اللي بتعمل القلق القلق والتشتت وعدم التركيز والعصاب عندنا في دماغنا زي المحولات والفيوزات اللي موجودة في البيت الطيار الكهربائي والمواصلات الكهربائية اللي بتمشي في خلال العصاب هذي إذا ارتفعت حدة التفكيرة ارتفع السترس ارتفع في الحالة هذي الفيوزات بصير تنحرك تصير تشطو وهذا اللي بيحرك العصاب بيفجر العصاب خلينا نقول السترس والمصيب الأكبر انو التغيرات اللي بتصير بسبب الضغط النفسي والسترس لحرك هذه العصاب بتاع عيتنا احنا هذي تورث كجينات للأجهال القادمة يعني مش مش احنا لحالنا اللي بدنا ننجلط وصيبنا جلطة ووقف قلبنا وعني ونموت بسبب الاسترس وصيبنا الزهايمر لانو الفيوزات تاعتنا انحركت وحركناها من زمان وبطلنا نستوعب وصولنا ننسى وما في عندي طاقة الفيوزات كلها انحركت او جزء كبير منها مش مش كفاية انو انا اللي سببت لحالي كل هذي الامور ولسه بنورث الاجهال القادمة هذه التغيرات اللي صارت في عقلنا وفي دماغنا وفي كيمائية الدماغ يعني خلاصته ما فيش شي مستاهل فيش شي مستاهل اذا مش خايفين على حالكم خايفوا على الاجهال القادمة اللي جاي واملنا فيها شكرا للاستماع تحياتي لكم انا اكتر شي بطلع على اليوتيوب كمباشر بدكم الجديد دائما تابعوني على اليوتيوب صفحتي تحت اسم البروفيسور محمود جميل سوس طبعا لقب البروفيسور هذا مش وجاهة يعني انا مش حطت رغبة فيه اني افرجي اني والله بروفيسور واستحق لقب لبروفيسور هذا اللقب اجبرت عليه اجبارا من نقابة الاطباء العامين في كندا وجهوا لخطاب انه ممنوع احكي دكتور محمود سوس الدكتور فقط يعطى لح الفاميلي الدكتور طبعا قلت طيب شو طبعا لقب بروفيسور وانا مدرس وبعطي محتوى تعليمي قالوا اذا نحط بروفيسور وإلا بنغرم 5000 دولار ونحبسك اذا خليت دكتور بلاش توهم الناس التانين انك فاميلي دكتور فمنعا للالتباس حط بروفيسور حطينا لبروفيسور هذه غيرناها لبروفيسور وانا يعني مش حابب واحد يعلق عالموضوع والله يشايف حالو جخة وحاطة البروفيسور فما بحب هذه التعليقات والحمد الله ما حدا علق اي شي على اللقبات بس نفرجيكم كديش الضغط موجود على اي كلمة بنحكيها ونحن مسؤولين عنها حاليا طبعا يعني اي شي هيك اليوتيوب بسكر التك توك بسكر كثير افلام بارضها وبتنمنع من الاصدار يعني ما بنشروها ما بنشروها مش كل شي بعرضو بنشروه بس عشان هيك اكتر شي بعمل مباشر مباشر يعني المباشر بحكي زي ما بدي ممكن بعدين اشلوه او اذا شفوني بعمل مباشر مثلا وحكيت كلمات معينة طوالي بوقف الباث او اذا شفوني بالسيارة مثلا واحنا فاضين طوالي بوقف الباث وانا ما بعرف اعطي مباشر مباشر خلص اللي بنعرفه بدون دبلجات وبدون لف ودوران مني لقلكم بشوفكم بتشوفوني بتسمعوني بسمعكم بشوف التعليقات هيك بيكون افضل من ناحية الميديا المباشر يعني المباشر اني اطلع وعطي محاضرة مثلا لدقات المباشر انك ترتجل وتعطي المعلومات شو اللي بتتذكره تحكي وتفهم اللي بتدكي بشكل ارتجالي الارتجالي لما افتح المباشر ما في عندي خيار تاني الا اعطي مية في المية من طاقة الابداعية في تذكر المعلومات تسردها خلص هذا التزام يعني بمجرد ما فتحت مباشر انا بنفصل كليا عن العالم الخارجي وبكون مركز بطاقة الكاملة بس مع اللقاء اذا حاولت واكتر من مرة بحاول أسجل بحكي لك دقيقة انت دقائق بعدين الواحد نفسه بتقول لا ما بنفعل وقف وانا ما في عند وقت لا أسجل ولا أدبلج ولا كذا يعني بد الامور تمشي بسرعة نعطي اللي بدنا اياه مباشر افتح اعطي اللي بدك اياه مع السلامة وانتهينا من الموضوع لما ننزل ونسجل ونجهز ونحضر ومش عارف شو بجوز تثبت بجوز ما تثبت لا في شي بجوز هذي ما فيها بجوز اذا بدي عمل شي اعملو مش بجوز بحاول في شي بحاول اي واحدين ويعمل اي شي يحط يقين انه يحط في هذا الشي 100% من قدرته ومن تركيز ومن اهتمام ومدام عامل عامل ولما يحط طاقته في الموضوع ما بتشوف ربنا كيف بعطي الإلهام وكيف بعطي الطاقة وكيف بعطي الكوة انه يخلص الموضوع على افضل عمل بس اللي بتردد وبجرب وخلينا نشوف وبحاول بحاول كلمة بحاول هذي 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 سبب الفشل بحاول بس بحاول ما في بحاول على الاكيد 100% هنجز المهم وانتهى الموضوع وعطي كل اللي بغضر عليه كل اللي بغضر عليه هذا اللي بيجيب نتيجة جيدة في اي اداء اي واحد بفكر انه سويه وما يخلي اي فرص لعدم النجاح فرص عدم النجاح هي اللي هتودينا في دائما لننوصل لعدم النجاح اللي بده يوصل بده خلص يعرف الطريق مش يضل يطلع على الاضاءة اللي موجودة حوالين الطريق بدك توصل بسرعة وخصوصا في الليل بدك تطلع على الطريق فقط والاضاءة بتكون مباشرة اي نظر لإلنا وإحنا ساكين في الليل على إضاءة تانية إحنا تلقائيا وغير شعوريا ما بنشوف حالنا إلا دخلنا في هاي الإضاءة دماغنا هيك بصير لحال ولا إراديا بندخل في الواجهة بندخل في الإضاءة بندخل في المشاكل لأن هذا الجذب تاعنا وهاي الجذب فأنا لا بدي أشوف زي الإحصان اللي ما بدهم يشتتوه شو بيحطوله شو بيسموه بالعمية اللي على لايف بيسموه ببناء بيسموه 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 حقيقي ولا مش حقيقي المهم إذا ركزنا على الإضاءة بنخش في الإضاءة ومنصطدم في الإضاءة إذا ركزنا على الأخطاء الشغلات السلبية واللي مش هنجح هندخل في الشغلات السلبية إذا بنتفرج وإحنا ماشيين على الكلاب أو الحيوانات أو الناقذين أو المحبطين أو الكرود اللي حوالينا في الحالة مستحيل نعمل شي ولا نوصل بنقضي كل حياتنا على يميني شمال يميني شمال يميني شمال تنوصل ندوخ ونوكم على رأسنا من اللف والدوراء خلينا نختصرها ونطلع مستقيم وهي أكثر أكثر الترك للوصول اللي هي الخط المستقيم خط المستقيم أأمن شي وأفضل شي وفيش حدا بين الوصول بتكون بس إنها كديش وقت هيوقد مني لعملية الوصول أكم مرة حفشل ممكن أربع مرات خمس مرات ست مرات بس بظلني في نفس الاتجاه أخرتني حوصل مش مشكلة أكم مرة أفشل حاخرني هوصل فيش حدا عمركم شفتوا حدا ما بنجح في الامتحانات عمركم شفتوا حدا ما بنجح حتى لو كان مش عارف إيش مستوات تعليمي وما بوخد شهادة البكاليريوس عمركم شفتوا واحد بتقدم لشهادة الماجستير وما بنجح في النهاية عمركم شفتوا واحد بتقدم لشهادة الدكتوراه وما بنجح وبحصل عليها كلهم بحصل 99% منهم بحصل على الشهادة هذه بس السؤال في منهم بحصلوا عليها بأربع سنين في منهم بحصلوا عليها بست سنين في منهم بحصلوا عليها بعشرة سنين بس الكل بخلص والكل بحصل عليها لأنه الكل ظلت يتبع يتبع مش مشكلة أسقط أول سنة بسقط ثاني سنة الثالث سنة بقوح علي وبنجح بعدي المرحلة هاي والمرحلة الثانية بعديها والثالثة بعديها مش مشكلة أفشل في مرحلة مرحلتين فشلي يعني إنه هاي فشلي هو نجاحي أفشلت معناته حاولت مش مشكلة برد حاول كمان مرة هاي اعطناكم تمرين تنفسي وحركات لتقوية الدم لزيادة المحاولة ومعاودة المحاولة ما فيش خيار تاريه في الدنيا هذي سواء في العلاجات أو في تقوية العضلات أو تقوية العظام أو النجاح في الحياة العملية أو الحياة النظرية إنك تكون إنسان منتج ومبسوط في حياته وفقال بدك تضلق تنكسر وتضلق تجبر وتضلق توقف وتضلق تنكسر وتضلق تجبر وهذا هو الوضع الطبيعي يعني هاي المطبات هو وضع طبيعي لازم نمر فيها ولو مش المطبات هذي ما بنقوى ولا عضلاتنا بقوى ولا نفسيتنا بتقوى هذي تجارب فشلة أول مرة المرة التانية مش هتفشل لاني هتألم منها العظام ما بنمو بدون ضرب الخلايا العطمية إذا بدنا نقوى شو اللي خلانا يصير حشاشة عظام وكسور كل تلحركة لانه الحركة بتعمل اهتزازات يعني بتضغط على العظام يعني بتحرك نظام تقوية العظام الحركة اللي ما بتحرك زي تعون رواد الفضاء بودوهم على الفضاء اللي بيقعدوا سنة بعيد عن الجاذبية والحركة بيصير عندهم هتشاشة عظام عشرة في المية في السنة عشرة في المية بالرغم مع اي واحد صحي طبيعي بعد الثلاثين بيصير عنده واحد لاثنين في المية هتشاشة عظام في السنة بس منع الجاذبية صار انه عشر اضعاف الفترة المدة هذه فالعظام لا ينمو بدون ضغط والدائك العضلات لا ينمو بدون تمارين والتمارين هي عبارة عن تمزك في الالياف العضلية وعشان يصير فيه التهاب والالتهاب اللي بصير بعد التمزكات في الالياف العضلية بعد التمارين هو اللي بده يكبر حجم العضلة وضاعف من حجمها خلال ثلاث اسابيع اذا التزمنا انه نعمل التهاب والالياف اللي بتشكل العضلات في اكتين وميوسين هاي الالياف اذا صار انكباض بتدخل مع بعض اذا صار انبساط بتباد عن بعض لما يصير في عندي قوة عضلية وانكباضات وانبسادات وتمارين وحركة بتتقطع الاحبال هادي بين الاكتين والميوسين اللي بتقطع بصير في عندي مثلا هاي عندي عشر اصابع بتتقطع مع التمرين والجهد والشاد بصير في عندي مش بس عشر اصابع عشرين اسبع وهذول العشرين اسبع بدهم بس يعيدوا يربطوا مع بعض هذا الرابط مع بعض في الاكتين والميوسين في داخل الالياف العضلية هذا اللي بيعمل عملية الالتهاب وعملية الوجع اللي في العضلات واللاكتك اسيد اللي بيكون موجود في العضلات بعد التمارين والانتفاخات او الاحمرارات بعد العضلات بس بعد يوم يومين خلاص بتروع الالام هادي وبصير في عندي عشرين اسبع نفس اللي بعد يومين عملية التمرين تاني العشرين اسبع بصيرو اربعين اسبع اربعين اسبع يعني العضل بدل ما حجمها صار حجمها ضعف بعد ثلاث اسبع من التقطيع والالتهاب وزيادة والرياضيين اللي بدهم يزيدوا الكوة الكتلة العضلية مش الكوة الكتلة العضلية الكتلة العضلية تاعتهم هذول لازم يتحملوا الوجع والالتهاب بعد التمرين يعني بعد التمرين ممنوع ياخدوا كمدات مي باردي او مغاطس مي باردي المغاطس المي الباردي تعطى للناس اللي بدهم نخفف الالتهاب ونخفف الالام اللي بده يبني عضلات بده يعمل تمارين وبشكل قوي وبده يحس في الالم العضلية بعد التمرين إذا ما يحس في الألم العضلية مش هيقوّل عضلية ولا هيبنيها ولا هيزيد من حجمها لما يحس في ألم ما يحاول يخفف الألم بأي شي مضاد للألم او مضاد للالتهاب يخلي الأمور على وضعها لموعد التمرين الثاني إذا بده يسرع فقط من التشافي بعد التمرين يعمل المي السخنة يعمل المساج حركات المساج بالزيوت نقع الرجلين في المياه هذا سيريح الساونة ستزيد من التشافي مثلا الحرارة الجلوس بالساونة لكن المي الباردي لا تستخدم بعض التمرين إلا إذا بدنا نخفف الوجع ونرتاح بسرعة ونخذ دوبامين أكتر كمان اللي بزيد بالمناسبة عشاء سنيني مدام حكينا عن الدوبامين وحكينا عن نايتريك أوكسايد يوالده طاقة وإيتي بيه ويعطونه همة فمن الوسائل اللي ينتاج هذي كلها والمورفين والإندورفين اللي هي المي الباردي والمغاطس البردي فإجروا وإمشوا لمغاطس بردي تستحموا فيها وتحطوا جريكم فيها ويشربوا المي الباردي إذا بدكم تشعروا بالطاقة وتخففوا من ضغط الدم وتشعروا بالانتعاش دايما المي الباردي اللي ما بدوا يشرب مي باردي كفاية إنه يفتح الفريزر اللي موجودة عنده في البيت وحط رأسه في الفريزر يخذ له هيك شهيك وزفير هواء بارد وشوف كيف أعصابه هاته دا كيف طاقته هتزيد وتضعف بس من أكم شهيك وزفير من داخل الهواء البارد من الفريزر شكرا لكم تحياتي مع لقاء أخر كان معكم محدثكم الدكتور محمود السوس دكتورة في العلاجات الطبيعية والتأهيل من 1999 من جامعة قليط الطب في مدينة بوزنان هذه مدينة في طاقة في بولندا على الحدود تقريبا 200 كيلو من برلين قضيت فيها مرحلة الباكالوريوس والماجستير والدكتورة بعدها عملي كان من 1999 كباحث مؤلف وأستاذ مساعد في عدة جامعات فلسطينية من بينها جامعة القدس بوديس وجامعة العربية الأمريكية اشتغلت في مجال التدريس لحد 2007-2008 بعدها وقفت التدريس ارتهيت للتأليف والمجال العملي في عمل المصحات والمراكز التأهيلية الكبيرة تجهيزها وتنظيمها وعمل كل هذه الأمور التشغيلية وتركيزي كان من خمس سنوات على صفحاتي على مختلف السوشال ميديا لعملية التفقيف العلاجي الطبيعي البيتي الذاتي اللي هو الهدف من هاي الصفحة اللي هي توعية لكيف نعمل كل العلاجات الطبيعية ذاتيا من تمارين لوصفات لزيوت لعشاب اللي هي هاي العلاجات المضمونة والمتوفري والاكثر فاعلية والاكثر رخصة اللي هي العلاجات الطبيعية تعامنا لكم الموضوع 7000 لقاء على شكل فيديوهات موجودة على صفحتي على اليوتيوب 7000 لقاء يعني 7000 مشكلة مطروحة وعلاجاتها هذا على اليوتيوب غير الدورات اللي موجودة التعليمية على صفحتي على اليوتيوب مع هذه الفيديوهات التعليمية التدريبية ومختلف اللغات ومختلف الأخصائيين اللي بيشتغلوا معي أضفنا للموضوع 15 كتاب من تأليف مجموعة تأليفي وتأليف الناس اللي بيشتغلوا معي هاي الكتب كلها عن العلاجات الطبيعية الغير دوائية اللي هي فيها المراجع وفيها كل التفاصيل العلمية الأكاديمية لأي وصفة أو أي كلمة بحكيها بتلاكوا كل الموجودة على شكل كتب الكتب هادي من 250 صفحة أصغر كتاب ل700 صفحة أكبر كتاب كلها كتب شاملة وموثقة في كل المعلومات المأخوذة والمضاف عليها من عندي لأنها تكون جاهزة كمرجع علمي يستند عليه خصوصا طلاب الطب أو طلاب كليات المهد الطبية المساعدي من طمريض وعلاج طبيعي وعلاج وظيفة وكايروبراكتر وكل هذه المهن والطلاب أهم شي الطلاب عندي بتعلموا كل هذه العلاجات وبأخذوا فكرة والأهم من الطلاب اللي هم الدقاترة السملاء العزاء في كل التخصصات بأخذوا فكرة عن العلاجات الطبيعية الشاملة كمرجع أكاديمي يقدروا يعتمدوا عليه ويركنوا عليه إنه مرجع بيستندوا لإله هلأ من خلال المحاضرات هذه والكتب إنه تساعدهم أنا بحكي عن دقاترة العظام دقاترة العصاب دقاترة العامين دقاترة الحجامة دقاترة الإبارة السينية دقاترة اللي بيشتغلوا في العلاجات الطبيعية البيتية أو الطبيعية هذولا بدهم مرجع موثوق فيه للتأهيل لكل ترك التأهيل وأنا بتوقع إنه وفرت لهم الموقع والمصدر الموثوق أكاديميا إنهم يتعاملوا مع الحالات اللي عندهم لسرعة في الشفاء يوجهوا لهم نصائح من النصائح هذه اللي بنحكيها ففي هذه الحالة ما في مجال عنا إذا استخدمنا العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي وعملنا لنا خطة متكاملة شاملة من كل هالعلاجات الفعالة في هذه الحالة ما في مجال إلا الشفاء يكون حليفنا إحنا مش ضد أي طريقة بتأدي للعلاج وللشفاء ولتخفيف الألام أنا المريض وأنا اللي متاجع وأنا اللي متألم وأنا اللي مش غادر أحس لا في إيدي ولا في إجري وأنا اللي مش غادر أتحرك وأخدم حالي فأنا إلي الحق إن أخذ أي علاج بتوقع إنه ممكن يساعدني لا تحكي سواء من علاج طبيعي علاج طبي علاج من المكملات أي شي بقدر أشوف في أمل 5% يحسي من وضعي بروح لإله وما بسمع لأي واحد بكل ما تأخذ كذا ولا تأخذ كذا ولا تأخذ كذا بنتي أخذ هذه الصحة هذه مش إنت اللي كاعدة تتعذب ومش إنت اللي كاعدة بتنامش الليل عشان تيجي تأخي لي ما تأخذ إبرة كورتزول مثلا في ظهري لأنه عندي وجع ظهر وسياتيكا مش أنا اللي بتألم وأجي أقول لك ما تأخذ كورتزول لأنه هيعمل لك هشاشة عظام وحيعمل لها توجع وحيعمل لك زيادة كسور ومش عارف وانتفاخات أنا في هاي المرحلة أنا بتوقف الألم إن شاء الله كورتزول ولا أي شي بأخذه وبستخدمه بس تعافى من هالمرحلة هاي الصعبة وبعدين بتديش هالكورتزول بوقفه بس ما حدا يقول لما أخذ أي شي إذا مضطر لازم أخذ ما تسمعوا لحد الثاني صحتكم وألمكم هو ألمكم فانتو عالجوا بالطريقة اللي بدكم بديها واللي بده في بعض المكملات الطبيعية هاي لازم كل واحد يستخدمها المكملات الطبيعية زي المشروب أو الفطر العلاجي هاي من المدعمات الرئيسيات في أي تشافي أو أي علاج أو أي طاقوية لجسمكم أو لدماغكم ما حدا يكون ليس غادر أوصلها ومش غادر أشتريها أي واحد عنده اتصال يروع على أي صيدلي وكلون ودبروا لهذا النوعي من الفطر أنا بدي فطر الطاقة بدي الكورتيسيبس اللي بده بلاكي ويستغلوا هذه المركبات القوية في فعليتها اللي هي بتستاهل مصاريها إذا بدكم تشتروا ولا بد اشتروا شغلات بتستاهل ما تروحوا على الشغلات الرخيصة اللي هي مش هتجيب لكم لا نفعا ولا ضرر إن شاء الله إنها ما تجيب ضرر بس ومش دايما الشغلات الرخيصة هي الشغلات السيئة في المكملات أنا بحكي والشغلات الغالية هي الشغلات الكويسة المكملات حسب هل هي طبيعية بالمجمل ولا في شغلة فيها مش طبيعية إذا شغلة مش طبيعية إنتوا بغناء عن أي شيء مش طبيعي ممكن تدخلوا على جسمكم إلا في بعض الاستثناءات ومن بين الاستثناءات من نسبة للفيتامينات والفيتامينات الطبيعية واللي مش طبيعية في عنا الفيتامين بي وان في الثيامين الفيتامين بي وان طبعا ضروري جدا لحرق الدهون وحرق السكر وإنزال الوزن وضروري لعملية تنشيط العصاب وعملها بالشكل الصحيح ونموها لأنه هو الفيتامين اللي باعتطاقة للعصاب إنها تنمو والخليل العصابيين هتنمو البي وان ثيامين هذا الشكل الطبيعي البي وان موجود في الحموس موجود في البازيلا الحموس مين ما بوق الحموس البازيلا اللحوم الأسماك المكسرات كله موجود في البي وان المنبتات الخميري كله بي وان بس في أن الصناعي المنتج صناعيا مختبريا من البي وان اللي هو بسموه البي وان الصناعي اللي هو البنتوفنتامين بنتوفنتامين هذا الصناعي اللي هو قوتو بتفوق أربع خمس أضعاف من ناحية الامتصاص ومن ناحية دخوله للخلايا بشكل أفضل والفرق بين الطبيعي يذاب في المياه البيوان الطبيعي زي كل فيتامينات بي الصناعي الفنتامين يذاب في الدهون يذاب في الدهون معناته إمكانية امتصاصه ودخوله للخلية واختراقه لجدران الخلية اللي هي أصلا كوليسترول ومادة دهنية بيكون أسرع وأحسن وتخزينه في الجسم مدام يذاب في الدهون ويمتص من الدهون ويسهل امتصاصه من أغشلة الخلايا اللي هي كلها كوليسترول ودهون ففي الحالة أي فيتامين يذاب في الدهون يخزن لفترة أطول في جسمنا الدهون بتخزن فيتامينات والدهون بتخزن سموه والدهون بتخزن شغلات كتير يعني هي مخازن للجسم فهذا مثلا بيوان من الأمثلة إنه مش كل شيء صناعي سيء وطبيعي أقوى لا فيه شغلات صناعية بتكون فعليتها أقوى وأنا المهم عند الفعالية شو اللي بيفيدني شو اللي بيعالجني أي شي بيوصلني إلى العلاج اللي بديها أحلا وسهلا ولازم تجربوه ولازم تأخذوا بالأسباب وإلا أنتوا بتكونوا اخسرتوا فرص في حياتكم إنكم تعالجوا حالكم من حالكم بالطريقة الصح المنطقية المنطقية فيش اشي بنطرح ومش منطقي أو في هيك ولا هيك شغلات كلها أمور واضحة وما في كلمة بنحكيها ومتفق عليها يعني كل الأخصائيين وكل الإختصاصات إحنا مش هنا ضد أي طريقة أو أي حدا أو أي اختصاصة أنا أخصائي تعهيل وأنا بأخذ من أي اختصاص بقدر أخذ منه وأنا بساعد كل الإختصاصات لا يوجد إختصاص لا دكتور عذام ولا دكتور أعصاب ولا طبيب عام ولا دكتور جراحة بقدر يشافي أي مريض أو يعالج أي مريض بس ما بقدر يعالج أي مريض إلا بمساعدة محسوبكم في العلاجات الطبيعية البيتية مش محسوبكم يعني بس لازم يكون في عنا علاج طبيعي مساند لا العلاج الدوائي أو العلاج الجراحي بدون علاج طبيعي لا فيكم ولا في علاجكم بدون علاج طبيعي كبل العملية وبعد العملية نسبة نجاح العملية بتكون أقل من 50% بدون علاج طبيعي كبل عملية الديسك وبعد عملية الديسك أو الإنسلاقات الغضروفية اللي منضطر 9% بتطروا يروحوا يعملوا لها عملية جراحية هدول الـ 1% إذا ما عملوا علاج طبيعي قبل وعلاج طبيعي بعيد في هاي الحالة لا فيهم ولا في عمليتهم لأنه صحيح هيشيلوا الضغط ويشفطوا المادة اللي ضغط على العصب بس ما عملوا أي شي إنهم يشيلوا الأسباب اللي أدت للديسك والزلاقات ونفس الشي ما عملوا أي شي من الألاجات الطبيعية والتمرين والحركة اللي بتمنع المضاعفات بعد الدسك اللي هي الخشونة والتحدد وضعف العصاب والتليفات اللي بتصير على العصب والألام المزمن اللي بتصير بسبب ضغط التكلسات والتليفات اللي بتنتج بعد العمليات أي عملية أي جروح أي بنتج عنه عدم حركة وأي عدم حركة بنتج عنها خشونة وتليفات 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 في كل جسم الواحد غير عن الضعف في العصب وفي العضلات وإذا بنيجي بعد عمليات العمود الفقري والديسك التليفات هذي بتكون حوالين العصب حوالين العصب الوركي يعني تصوروا في عنا تليفات لف العصب وماسكتوا ومش غادرة اتفلت في هاي الحالة مشكلة كبيرة وهي بدها عملية ثانية لإزالة أضرار العملية الأولى وإحنا بنتعامل مع ديسك وإحنا عنا فوق تسعة وعشرين تلاتين ديسك موجود في العمود الفقري تلاتين يعني انت شلت واحد وضل تسعة وعشرين واحد إذا ضلتك على نفس الوضعيات ونفس أسلوب الحياة ونفس وضعيات الحمل ونفس العلاجات تاعتك هذي وما حليت كل هاي الأسباب الثاني بيجيك بعض أسابيع والثالث والدسك الثالث والدسك الرابع والدسك الخامس فمسبحها إذا فرتت بتكلها بتفرط من ناحية الدسكات اللي في العمود الفقري يعني ملخصة الحديث العلاجات الطباعي الطبيعية اللي هي معمول فيها وهلا هي الموضة المنتشرة سواء في نورث أمريكا أو في أوروبا التوجه للعلاجات الطبيعية والتشافي الذاتي والعلاجات الذاتية بس على كل اللي مش مقتنع في فعالية وبدو إشي أحسن وأسرع وأضمن بروع على العلاج الدوائي اللي بروع على العلاجات الدوائية وبيحرم حاله من العلاجات الطبيعية إذاً ما عمل شي أنا فلازم يؤخذ الجهتين يعني واللي بأخذ العلاجات الطبيعية اللي بأخذ العلاجات الدوائية لازم يأخذ العلاجات الطبيعية عشان العلاجات الدوائية تعطي علاج للحالة تاتو واللي بأخذ علاجات طبيعية ما في داعي يروح يأخذ علاجات دوائية عشان يعالج الحالة تاتو يعني زي واحد عنده ديسك بيعمل الإجراءات هاي الطبيعية أو بيعمل العلاجات الدوائية بروح بأخذ إبرة كورتزول بروح يأخذ مسكنات مش مشكلة خد مسكنات وخد ابرة كورتزون زي ما بدك بس اتبع التعليمات والعلاجات الطبيعية والوضعيات الخاصة اللي بنغطيها لعلاج الدسكات اذا اتبعت بس الابر والكورتزون اذا انت ما علاجت اذا الدسك حييجي عندك كمان مرة تانية وتالتي اذا اخدت الكورتزون والعلاجات الدوائية اذا انت هيك خففت الالام ومشيت على العلاجات الطبيعية لعملية التشافي الاحسن بدون الام ريحت حالك بس واللي بمشي على العلاجات الطبيعية بتكون كافية وزيادة انه ما يروح للعلاجات الدوائية ولا يروح للعملية فيش حدا بعرفه فيش حدا بعرفه من خبر تلاتين سنة في التعامل مع اشد الحالات في الدسكات والام العمود الفقر بالذات فيش حدا شد ليته شوي وشد على حاله شوي وما طلع من الموضوع بدون عملية شراحية صعب جدا انه بسبب ديسك وانزلاق غضروفي اروح على العملية كسور اه ازاحة بالفقرات اه عملية ضغط على النقاع الشوكي عملية بس انزلاق غضروفي بسيط انبعاج والغضروفي ضغل على العصب بسيط اروح على العملية ما هي حركة هيك ولا هيك تخفيف للضغط بتخلي الوجع يروح مباشرة ديسك موضوع بس حركة اندل عليها كيف ازويها وظلني اكررها لمدة 3 سبيح هذا هو علاج الانبعاج او الانزلاق الوغضروفي شكرا للكم تحياتي طالت الحلقة شوية بس فرصة سلامات اشتركوا في القناة